ثم بعد ذلك مع الجانب الآخر حفتر صرح صراحة تكلم بكل وضوح قال للمنطقة الغربية اللي فيها ميليشيات وهي محتلة منها العدو بالله من هو المحتل؟ بالله من الذي أتا إلينا بالاحتلال؟ فلنحن الذين أتنا بالاحتلال؟ أليس حفته الذي أتا إلينا بهذه الأمم كلها بقضة وقضيذها الفاغنر والزنجويل ومختلف الأمم والملاحدة وهو يوضع يده في يد الأمريكان والفرنسيس والطليان وكل المجرمين الذين يعادون الدين ويعادون البلد ويعادون الأمة ووضع يده في يدهم ثم هذا هو الرجل الذي تجاملونه وتسكوتونه ولا تتكلمونه عما أراد أن يفعله يعني هل هو عند أساساً شرعية للكلام؟ ألا تعلمون أنه منقلب؟ كلكم تعلمون أنه منقلب على الشرعية ومستمر فيما يفعله وفيما يقوم به؟ هل هذا يعني يمكن السكوت عنه؟ هو الآن يهدد بالحرب صراحة فلماذا صمتتم أنتم وتكلمتم عن من يريد أن يقيم حد ويطالب بقامة حد من حدود الله وخفتم على الناس وخفتم على المجرمين كيف تقام عليهم الحدود؟ والله هذا في غاية الغرابة